تحديث يوتيوب الجديد الخاص بزيادة مدة الفيديوهات القصيرة لثلاث دقائق أكيد أنت عرفت الموضوع ده ولكن في معلومة خطأ كثير من القنوات اتكلمت عنها بخصوص زيادة مدة الفيديوهات القصيرة لثلاث دقائق خلينا في هذا الفيديو نعدل المعلومة الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب بداية من 15 أكتوبر سيتم زيادة مدة الفيديوهات القصيرة لثلاث دقائق طبعا كلنا اتكلمنا عن التحديث ده وعندنا فيديو عملناه على قناتنا اتكلمنا فيه عن هذا التحديث طيب الموضوع ده مهم يعني مهم جدا 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 سواء للقنوات المفعلة والقنوات غير المفعلة وكمان في معلومة وهي زيادة مدة مشاهدة الفيديوهات القصيرة في معلومة كده يعني مش مصبوطة ليست صحيحة تابع معي الفيديو من البداية للنهاية علشان تطلع بالمعلومة بشكل كامل لان ده مهم جدا للقنوات المفعلة والغير مفعلة خلينا الاول لو انت ما تعرفش التحديث الجديد خلينا نعرضه لك في البداية بيقولك بداية من 15 أكتوبر زيادة مدة الفيديوهات القصيرة لثلاث دقائق بدل ما كان الفيديو القصير على اليوتيوب اللي هو الفيديو الشورت كان مدته لا تتعدى دقيقة اليوتيوب غيرها وخلاها يعني ايه معك لغاية ثلاث دقائق خلينا اقولك ان الكلام ده سينطبق بعد 15 أكتوبر يعني اي فيديوهات انت رفعتها على قناتك قبل 15 أكتوبر لا ينطبق عليها هذا الكلام خلينا نوضح نقطة طبعا الربح من الفيديوهات القصيرة ليست مثل الفيديوهات الطويلة الفيديوهات القصيرة يعني بتظهر في رفف الفيديوهات الشورتس لو قناتك ليست مفاعلة وانت بترفع فيديوهات قصيرة وبالتالي عدد الساعات المشاهدة اللي هو هيجي لقناتك من الفيديوهات القصيرة لا يحسب ضمن ساعات تحقيق الربح في قناتك ولكن فقط يحسب لك كمشاهدات وليس كوقت مشاهدة لتفعيل القناة وطبعا انت عارف ان انت علشان تفعل قناتك مطلوب منك شروط خلينا نوضح كده بالنسبة للقنوات اللي هي ليست مفاعلة وبالله عليكم نكمله للنهاية لو انت قناتك ليست مفاعلة فانت محتاج ان انت تحقق شروط الربح من اليوتيوب ما هي شروط الربح من اليوتيوب؟ طبعا خلينا ننظر للأهلية اللي هو الشروط المطلوبة للانضمام لبرنامج شراكاء يوتيوب يعني تبدأ تربح من قناتك عندنا شروط للانضمام لبرنامج شراكاء يوتيوب بشكل جزئي وشروط للانضمام بشكل كلي للربح من قناتك على اليوتيوب خلينا الاول نتكلم عن الربح الجزئي يعني هي ربح جزئي؟ يعني هتبدأ تربح فقط من دعم المشتركين وليس من الإعلانات التي ستظهر على قناتك لازم قناتك تحقق 500 مشترك على قناتك ده الشرط الأول والشرط الثاني إما أن أنت تحقق 3000 ساعة وقت مشاهدة على الفيديوهات الطويلة في آخر 365 يوم أو 3 مليون مشاهدة على الفيديوهات القصيرة في آخر 90 يوم يبقى أنت لو بترفع فيديوهات قصيرة فلا تحسب الساعات اللي بتيجي من الفيديوهات القصيرة بتبدأ تنظر على المشاهدات المفترض أن أنت تجيب 3 مليون مشاهدة في آخر 90 يوم لو أنت بترفع فيديوهات طويلة يبقى لازم أن أنت تحقق 3000 ساعة وقت مشاهدة من الفيديوهات الطويلة في آخر 365 يوم في آخر سنة وطبعا يشترط أن أنت تكون رفحت 3 فيديوهات في آخر 90 يوم ده لو أنت هتنضم بشكل جزئي ولو أنت هتنضم بشكل كلي للربح بقى من الدعم وكمان من الإعلانات التي ستظهر على قناتك لازم أن قناتك تحقق 1000 مشترك وكمان بعد كده الشرط الثاني إما 4000 ساعة وقت مشاهدة في آخر سنة على الفيديوهات الطويلة أو 10 مليون مشاهدة مشاهدة وليس وقت مشاهدة على الفيديوهات القصيرة في آخر 90 يوم يبقى أنت بتقرر وإنت بترفع الفيديو هل أنت عايز الفيديو يكون فيديو قصير ولا فيديو طويل وطبعا بالنسبة للقناة المفاعلة ربح فالربح من الفيديوهات القصيرة ليس مثل الفيديوهات الطويلة وأكيد معظم الناس عارفين الكلام ده القرار راجع لك أنت وإنت حابب ترفع إيه على قناتك حابب ترفع فيديوهات طويلة أو قصيرة فالأمر راجع لك خلينا نرجع للتحديث الجديد اللي هو الخاص بمدة مشاهدة الفيديوهات القصيرة اليوتيوب طبعا أعلن أن مدة المشاهدة قد تصل لي ثلاث دقائق بداية من 15 أكتوبر تمام ده يطبق يا جماعة لأي حاجة بعد 15 أكتوبر طيب خلينا نركز مع بعض بداية من 15 أكتوبر لو أنت بترفع فيديو على قناتك والفيديو ده مدته لا تتعدى ثلاث دقائق يعني دقيقة دقيقتين لا تتعدى ثلاث دقائق والفيديو ده يكون بالطول vertical رأسي وليس عرضي في هذه الحالة اليوتيوب سيتعامل مع الفيديو كفيديو شورت يعني هيظهره في رف الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب وبالتالي أنت لو قناتك مفعلة تبقى عارف أن اليوتيوب بيتعامل مع الفيديو كفيديو قصير علشان تعرف أرباح وشكلها إيه ولو أنت قناتك ليست مفعلة تبقى أنت عارف أنت الساعات اللي أنت هتحققها من هذا الفيديو لا تحسب ضمن الأربع ألاف ساعة وقت مشاهدة ولا الثلاث ألاف ساعة وقت مشاهدة ولكن فقط يحسب كفيديو قصير طبعا في ناس كتير جدا كانت بترفع فيديوهات مدتها أقل من ثلاث دقائق وهي عايزة أن الفيديو ده لا يحسب كفيديو قصير عايزة يتم التعامل معه كفيديو طويل في هذه الحالة ابدأ أن أنت صور بالعرض صور إيش؟ بالعرض يعني إيه؟ يعني الفيديو اللي أنت بترفعه حتى لو كان دقيقة لو كان نص دقيقة اعمله بالعرض اللي هو ستاشر إلى تسعة أبعاد الفيديو ستاشر إلى تسعة وليس تسعة إلى ستاشر ستاشر إلى تسعة يعني الفيديو أفقي الموبايل كده أنت مسكه أفقي وبالتالي سيتم التعامل مع الفيديو كفيديو طويل لا يعرض في الفيديوهات أو رف الفيديوهات القصيرة حتى أيا كانت مدته حتى لو كان دقيقة واحدة مش ثلاث دقائق لو حتى دقيقة واحدة سيتم التعامل معه كفيديو طويل هقول لك دلوقتي الخطأ اللي الناس قالوا عليه عن موضوع التحديث ده عشان تاخد بالك منه وتكون عارفه بيقول لك هنا بداية من 15 أكتوبر مدة الفيديو تصل إلى ثلاث دقائق تمام بيقول لك هذا الكلام يطبق على إيه ركز معايا يطبق على الفيديو لو كان سكوير سكوير يعني إيه سكوير يعني مربع يعني الفيديو واحد إلى واحد يعني أنت بتعمل الفيديو يا جماعة بتصوره وبتمنتجه وبتخرجه من المونتاج واحد إلى واحد مربع وليس أفقي وليس رأسي ليس تسعة إلى ستاشر وليس ستاشر إلى تسعة فيديو مربع أو فيديو زي ما انتم شايفين كده أو فيديو رأسي أو فيديو رأسي يعني إيه يعني فيديو تسعة إلى ستاشر يبقى أنت الفيديو لكي يحسب كفيديو قصير لازم تتوفر شروط الفيديو القصير وهي أن مدته لا تتعدى ثلاث دقائق ثانيا يأما أنه يكون مربع أو يكون رأسي يكون مربع واحد إلى واحد أبعاد واحد إلى واحد أو يكون رأسي أو يكون رأسي 9 الى 16 غير كده سيتم التعامل مع الفيديو كفيديو طويل اللي هو ايه فيديو طويل اللي يظهر في رف الفيديوهات القصيرة ايا كانت مدة الفيديو لو انت عامل فيديو 10 ثواني ولكن الفيديو ده بالعرض فيديو متصور افقي فيديو اللي هو 16 الى 9 في هذه الحالة الفيديو سيحسب كفيديو طويل سواء ان انت هتربح منه لو قناتك مفعلة او ان انت لسه ما فعلتش قناتك وبالتالي الساعات التي ستأتي من هذا الفيديو تحسب ضم الساعات المطلوبة لتفعيل قناتك والانضمام لبرنامج شركاء يوتيوب ده المفترض الكلام اللي انا بقولك عليه ده ان شاء الله هو الكلام الصح طيب الناس قالوا ايه منشئ المحتوى قالوا ايه والناس كتيرا فهموا الموضوع ده ازاي الناس كتيرا قالوا ان بداية من 15 اكتوبر اي فيديو انت هترفعه على قناتك سواء كان ان الفيديو ده بالعرض او كان بالطول او كان مربع سيتم التعامل مع الفيديو كفيديو قصير طالما ان هو مدته لا تتعدى او لا تزيد عن ثلاث دقائق وهذا خطأ لان الفيديو لو بالعرض لو انتم صوروا بالعرض 16 الى 9 لا يحسب كفيديو قصير ولازم تفرق ما بين مربع سكوير و افقي الافقي حاجة والمربع والرأسي حاجة اخرى طبعا الموضوع واضح جدا يعني الموضوع واضح هو ان الفيديو لو كان بالطول رأسي او كان مربع يحسب كفيديو قصير الفيديو بالعرض يحسب كفيديو طويل ولكن انا حتى كمان عشان اكد على هذا الكلام دخلت عملت محاكثة مع فريق دعم اليوتيوب علشان خاطر ان انا برضه اكون متأكد من اللي انا بقوله مع ان الكلام واضح جدا في المقالة اللي اليوتيوب اعلن فيها عن التحديث الجديد ولكن برضه حبيث اتأكد من الكلام ده فياريت من انتو وانتو بترفع فيديوهات بداية من 15 اكتوبر تبقى انت كمنشئ محتوى صاحب قناة على اليوتيوب تبقى انت عارف انت عايز ايه عايز الفيديو ده يظهر كفيديو قصير ولا كفيديو طويل انا بقولكش ترفع ايه انت حر ولكن انت تبقى عارف انا بعمل فيديو بالعرض يبقى انا كده عارف انه هو فيديو طويل بعمل فيديو برأسي كده او مربع والفيديو ده مدوته لده تعدى ثلاث دقائق يبقى في الحالة ديه الفيديو ده هيحسب كفيديو قصير فانت صاحب القرار اتمنى لكم التفيق والسعادة في النهاية انتظر رأيكم في تعليقات هذا الفيديو اكتب لي تعليق عن التحديث الجديد وهو زيادة مدة الفيديوهات القصيرة لثلاث دقائق ستجد هم الفيديوهات التي تفيدك للربح من اليوتيوب ومن السوشيال ميديا في وصف هذا الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو ياريت وانت بتشاهدني دلوقتي لو انت المعلومة دي تسمعتها او شاهدتها عند اي قناة اخرى لاي حد زميل يعني قناة شروحات وبيقول ان اي فيديو سيتم رفعه بعد 15 اكتوبر سواء كان بالطول بالعرض ولكن لا تزيد مدته عن ثلاث دقائق سيتم التعامل معه كفيديو قصير ياريت ان انت تبلغه او تكتب له تعليق ان هو يصحح هذه المعلومة لان ناس كتير انزعجوا من هذا الامر لان في ناس كتير بترفع فيديوهات لا تتعدى ثلاث دقائق وعايزين اليوتيوب يتعامل مع الفيديو ده كفيديو طويل وبيصوروا بالعرض فالامور تمام في امان الله مع السلامة